وصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل الممينات يغضون إلى آخر إذن سبحان الله الأحد الصالحين ذهب مع تلميذ له عند قوم فأكلوا فبعدما أكلوا خرية تلميذ مع الأستاذ قالوا الله ليس من شهامة أن تصب النساء على أيدي الرجال بعدما أكلوا صبوا على يديهم ماء غسلوا يديهم وتؤكروا على رمشهم فالتلميذ يقول يعني عيد أن النساء يصب على يد الرجال فين الرجال قال شيخه والله آكلوا في هذا البيت منذ عشر سنين لا أدري الذي يصب على يديه رجل أم امرأة انت رح تبصر رح تأكل وتنشي فهو عمل يعني أقول عليه متعدد المواهب أكلوا بصر فإيه يا أخواننا سبحان الله القضية أن الإنسان وحدة واحدة فلما أنت تغض البصر يحصل لك ثلاثة أمور بصيرتك تنطلق الحكمة ربنا ينطقها على لسانه أمر الثاني الأمر الثالث خل بالك لا أحد له دين عندك يوم القيامة لأنك كلما نظرت إلى حرمة مسلم أخذ من إيه من حسناتك يوم لأنك انت قصد من قدره لأجب هي خرجت الشارع مضطرة خرجت إلى العمل مضطرة فاتق الله أنت فيها ولا تنظر سبحان الله حاتم تلميذ عند شقيق البلق ثلاثين عن متواصلة ما فيه يوم إلا ما يعد عليه بعد مرور الثلاثين سنة طلق باب شقيق شقيق يتوضى قال زوجته افتح الباب فتحت ورجع من بالباب قالت صاحبك الأعمى قال والله ما لي من أصحاب عميه سبحان الله فخرج وجده حاتم قال ظرنتك زوجتي أعمى ثلاثين سنة يأتي إلى بيت صديقه وزوجة صديقه تظن أن الرجل إيه ده ما شاء الله الباب يفتح أنت عارف سبحانه ده يشوف قطر من هنا سبحان الله يجيب آخر البيت قال الله فيه لوحة عندكم ما شفتها من قبل لوحتي يا ابن حلالة تفرقاء اليمامة لا إله إليه يا أخي وقود البصر سبحانه ذلك من أجش من الإسلام ده عظيم إزاي الإسلام عند قضية الوقاية خير من العلاق اطرق الباب وأعطي ظهرك للباب وقف على يمينه سلامه عليهم من فلان طرق رجل باب النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول من قال أنا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أنا كأنه كرهها صلى الله عليه وسلم من أنت أنا قالها من قالها إبليس صحر الله قال أنا خير من قل فلان فلان ابن فلان وقف واعتضارك للباب بعدين أهم يقول لك تفضل تتريث تفضل مرة ثانية بعدين إذا دخلت قف لا تجلس إلا إذا وضح لك صاحب البيت أين تجلس هذا من الأدب أخي هذا من الأدب سبحان الله فإذا جلست خلصت عن صاحب البيت أو لا صحب البيت أو لا تجلس